أفدت وزارة سياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن بأن 7 ملايين سائح فاصل 4 توافدوا على المغرب خلال 6 أشهر الأولى من سنة 2024 أي بارتفاع بلغت نسبته 14% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2023 وذكرت الوزارة في بلاغ لها أن السياحة بالمغرب تواصل منحها التصاعد كما يشهد على ذلك النمو الاستثناء المسجل في النصف الأول من سنة 2024 فالعقام تتحدث عن نفسها 7 ملايين زائر فاصل 4 عبر الحدود المغربية مما يمثل زيادة بنسبة 14% مقارنة بعام 2023 وقفز مهمة بنسبة 38% مقارنة بعام 2019